يمكن إجاز ما يتعلق بحوار لقمان مع ابنه في أربع دقائق أو ثلاث دقائق والله ممكن ممفضل حقيقة هاللقمان حكيم الله سبحانه وأبين لها أنه حكيم ولقد أتين لقمان الحكيم نعم في حقيقة أنا يعني صحيح يمكن الوقت ما يساعدنا لكن أنا أنصح الإخوة والأخوات يرجعون إلى تفسير حوار لقمان مع ابنه يا سلام ويبحثوا في الإنترنت يعني إيش فوائد يعني لقمان حواره مع ابنه فوائد كبير جدا أنا ممكن لأخص أني كتبتها جميل جدا وطول فيها تقاطعات مع بعض الأشياء المتعلقة أي اللي سابق نعم ما فيه كلام جميل أول شيء قال له يا بني لا تشرك بالله فأسس العقيدة في حواره أسس العقيدة وهذا أول ما يحتاج إليه أيه بذلك لازم ربي أبنانا على عدم الشرك يا سلام طيب الشيء الثاني أمره بأن ركز على الوالدي ووصي الإنسان بوالدي يا سلام بر الوالدين أي بر الوالدين وطبعا في نفس الوقت الأب يعني يحرص أن يحث أبنائه على بر أمهم يا سلام والأم أيضا تحث أبنائها على البر بوالدهم للأسف في بعض الآباء يتكلف الأم والأم تتكلف الأب صحيح خلاص الصير ما فيه يخسر الجميع يخسر صحيح صحيح بيئة ليست آمنة بيئة ليست آمنة صحيح فلذلك لا بدنا كل منهم يحث الآخر على الصير ويظهر إيجابياته ويظهر الإيجابيات هذه نقطة مهما كانت وكذلك الجد والخال والعم هذا ضروري جدا يا سلام الأمر الثاني قالوا اتبع سبيل من أنابه إلي أيضا تأكيد الصحبة الصالحة يا سلام واتبع سبيل من أنابه إلي هذه نقطة مهمة طبعا الجميع كلهم الأنبياء كلهم يحثون على هذا الشيء فضروري نابد أن نبه بناء لاتباع الناس الصالحين واختيار منهم كذلك أي نعم أي نعم كذلك قال وأيضا لازم يشير معاني عظيمة تتكرر قضية التأسيس العقيدة الحخوف من الشرك أي قضية اختيار الأصدقاء والبيئة كل هذا معاني تتكرر سبحان الله في دعوة الأنبياء لا شكي وإلا قتل الأنبياء الأبناء الأبناء الأباء في الأبناء نعم طبعا هناك معيار أساسي والتبع السابب بي لمن أنا بأي لي هذا المعيار مهم جدا جميل الناس اللي يرجعوني لله سبحانه وتعالى الله أكبر هذا الضابط يا إليت حتى نحن كرجال وكنيسا ليست أهواء ليست أهواء وإنما يرضي الله الناس الصالحين غيرها ونقطة هنا أيضا للجميع يا أخواني يا أخواتي الآن في الساحة في فتاوى في أفكار لا بدحنا نبحث عن الناس اللي يصرون هذه الأفكار يا سلام الأمر الثاني مراقبة الله سبحانه وتعالى يبنى إنها تكون مثقال حبة في الأرض تكون مثقال حبة من خردر فتكون في صخرة إلى آخر الآية يا سلام هذا فيه إشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى ضروري جدا لأن الرقيب يغفل الرقيب يغفل القوانين قد تغيب في بعض الأشياء لكن إذا كان الولد نفسه عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى إذا خلا بمحارم الله لن ينتهكه عنده هذا في البداية لا بد نربي أبنانا على هذا الشيء جميل وذكر المثال كذلك طيب طبعا أمر بالصبر أمر بالصبر وأمره بدوره الاجتماعي وأمر بالمعروف ونع عن المنكر واصبر على ما أصابك هذا لازم حين أبنائنا يضيفهم كلام هذا لا بد من خالط الآخرين فلكن أنا إيش دوري دوري أنا سلبي لازم أكون إيجابي يا سلام أمر معروفنا على المنكر إيجابي في مجتمعي في أسرته في حياته يا سلام وبيّن فيه هذا الأمر المعروف ونع عن المنكر بيصير فيه تعب لذاك لازم نصبر يا سلام نصبر على ما أصابك في سبيل الأمر المعروف ونع عن المنكر يا سلام فهو الآن وضع قاعدة أنك لا بد أن تكون إيجابي في مجتمعك يا سلام في نفس الوقت نبه من الأشياء السلبية الكبر ورفع الصوت ولا يعني حاول يبعد عنها اللي هو الأخلاقيات الذميمة أي الذميمة جميل جدا شكرا الله لك فلقمان مدرسة صراح يا شكرا وها مدرسة حقيقة الأنبياء كلها مدرسة وما ذكرته الحقيقة في حوارات التربية في القرآن الكريم من نوح مع ابنه وإبراهيم مع ابنه إسماعيل ويعقوب مع ابنه يوسف وأبنائه وكذلك حوار لقمان مع ابنه جميلة جدا ورائعة شكرا الله لك اشتركوا في القناة شكرا